وفي ذات السياق عبر بطاركة ورؤساء كنائس القدس عن قلقهم الشديد إذا التطورات المتعلقة سواء في المسجد الأقصى أو في حي الشيخ جراح وما تضمنته من أحداث العنف الأخيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية وقال بيان صادر أننا نشعر بخيبة أمل وقلق عميقين من أعمال عنف تنتهك حرمة المقدسيين والقدس كمدينة للسلام ونؤكد أن الأعمال التي تنال من سلامة المصلين وكرامة الفلسطينيين الذين يتعرضون للإخلاء من منازلهم هي أعمال غير مقبولة وأوضح البيان أن الطابع الخاص للمدينة المقدسة في ظل الوضع الراهن يجبر جميع الأطراف على الحفاظ على الوضع الحساسي في المدينة ودعا البطاركة ورؤساء كنائس القدس المجتمع الدولي وجميع أصحاب النوايا الحسنة للتدخل لوقف هذه الأعمال الاستفزازية وموصلة الصلاة من أجل سلام القدس ومن جانبها أكدت البطاركية اللاتينية في مدينة القدس أنها تضم صوتها إلى صوت جميع رؤساء الكنائس المسيحية في القدس مشيرة أن ما يجري في القدس على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك لقداسة أهل القدس وقداسة المدينة مدينة السلام ما يقتضي تدخلا فوريا وعاجلا شكرا